وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضاف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة جاء ذلك خلال اقتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث تم استعرض جهود تطوير وتطهير البحيرة الطبيعية على مستوى البمهورية خاصة بحيرتي المنزلة وناصر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ياسمين فؤاد وزيرات البيئة والسيد السيد القصير وزير الزراعة والستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الرأي والموارد المائية ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ولواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السماكية والمهندس عمر عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري ولواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السماكية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراد جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية خاصة بحيرتي المنزلة ونصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التي تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر وذلك استمرار لجهود الدولة ذات الصلة حيث شهدت البحيرة تغيراً كلياً ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش وتطوير البوغيز التي تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكركات الهملاقة ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة سلاسية فضلاً عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد وهي الجهود التي أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوزن البيئي للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوي على مياه النقية ساعدت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كماً ونوعاً وقد وجه السيد الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة وذلك من خلال تطوير قدرات وأليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة وما لذلك من مردود اقتصادي وتجاري وغذائي باعتبار أن البحيرات تمثل حضانة طبيعية لإنتاج الأسماك كما تبع السيد رئيس جهود تطوير بحيرة ناصر موجها سيادته بأداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السماكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانات الصيد بها الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي إلى جانب جهود توفير المقننات المائية فضلا عن معالجة التحديات القائمة وذلك بالتنصيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة وقد وجه السيد رئيس بتطقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسمة لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر